السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور حسان كوكب دكتور الأمراض العصبية والنفسية النهاردة هنتكلم على مرض من أمراض النفسية وهو الوسواس القهري خلينا في الأول نسمع بعض الحالات الوسواس القهري عشان نقدر نفهم يعني وسواس قهري وازاي نفهم الحالات دي وازاي نساعد المرضى ان هم يتشخصوا وبعد كده هنتكلم بتفاصيل أكتر على حالات الوسواس وازاي نتعامل معاها وازاي نساعدها في العلاقة خليني الأول أذكر بعض حالات الوسواس القهري اللي أنا قابلتها في عيادة الخاصة وأتذكر سيدة كانت عمرها حوالي 56 سنة دخلت علي العيادة وكانت حزينة جدا ووجهها مليء بالحزن يعني وكمان عندي سؤالها كل علامات اللي اكتئاب موجودة ما بتنامشي كويس بالليل وجلجانة ومش عارفة تنام ومخنوجة وأجالي كلمتين طعاية وتبكي وعصبية وكل جهدي ونفسها مزدودة فأنا بسألها خير يا سيدة الكل ليه كل ده قالت لي والله أنا ليه سنة تقريبا بلف على دكاترة البطنة ودكاترة النسا وكل دكتور أزوره بطلب منه يعمل لي أشعاعات على بطني ويعمل لي تحرير هرمونات طب ليه بتطلبي دوت قدت لي في فكرة سيطرة علي إن أنا بطني بتكبر وكل شوية بتزيد وبالرغم إن أنا عملت الأشعاعات والفحوصات دي كذا مرة أنا أبا كدابة لو قلتلك كل شهر تقريبا بروح أزور لإما دكتور بطنة ودكتور نسا وأقول لا أكيد هو مش باخد باله وأكيد هو مش جادر يفحص كويس أكيد في حاجة أحسن من كده تشخص ومع ده كله إلا إن الفكرة اللي جوه دماغي اللي تدفعني للموضوع ده مش هتطلع من دماغي إيه هي الفكرة دي يا سيدة الكل قدت لي أنا من سنة ونص تقريبا دخلت الحمام أستحمى وأخد شوار زي زي كل الستات ولكن نسيت بعض هدومي فلقيت هدوم لابني اللي بسته ومن ساعتها الفكرة بتروضني ومش عارفة تطلع من دماني فكرة إيه فكرة إن أنا حامل من ابني طب إزاي ده أنت بتقولي سنك 56 سنة هي الدورة قطع عندك من إمتى قايت لي قطع معايا يطلع عليها 10 سنين طيب يعني مفروض الفكرة دي ما تجيش في دماغك بالشكل ده قايت لي ما أنا مش عارفة أنا جاء لك عشان كده أنا شايفة إن الفكرة دي فكرة غريبة وأنا مش عارفة طلع أنا عارف إنها سخيفة بس أنا مش عارفة طلعها من دماغي مش عارفة تصرف أنا في الأخر خلص نصحوني أجل حضرتك ونشوف تشوف إيه حل الموضوع ده حينها أدركت طبعا إن دي حالة وسواس طهري وإن أنا لازم أساعدها مش بس كده كمان افتكرت حالات تاني للوسواس بتعاني نفس المعاناة عارفة إن هي دي أفكار سخيفة ومسيطرة عليها بس هي مش جادرة تطلعها من دماغي افتكرت التوي كانت بنت عندها حوالي 22 سنة وكانت أمها جايباها في حالة إعياء شديد وتغير في درجة الوعي وبترجع باستمرار ولما سألناهم إيه المشكلة قالك إحنا صحينا الصبح الإناع بالحالة دي وفقد الوعي وبتوها مش مركزة وبترجع إحنا فحصناها طبعا طب اسألناها على بعض الأسئلة هما دي أخر المعلومات اللي ادهاننا طلبنا منهم يعملوا لها أشعاء آآ رانين على دماغهم ويعملوا بعض الفحوصات كلها طلعت سلبية كانت البنت منا ما راح اتعملت الأشعات و جات كانت بدأت تفوق شوية وتتحسن شوية لما بدأنا نسألها قتلك بدأت تقول لي أنا ما بنامش ليه فترة طويلة وبجلك طول الليل وبقعد لوش الفجر صحيا و بشوف خيالات و أحيانا بسمع أصوات تكلمني و خنجة و ديجة بسأل الأمة قلت لي لأ ده هي بتنامش عشان بتستنى كل يوم تصلي الفجر ولكن بعد شوية سألتها تاني البنت فقلت لي لأ أنا ما بنامشي من كتر الجلج أنا نفسي أنام بس مش قادرة قعدنا معاها و بدأنا نتكلم معاها في جلسات تانية فجئنا إن البنت بتعاني من مشكلة كبيرة و إن أمة بلأت تتكلم إن هي بيجي لها عرسان كتير وبترفض بالاستمرار و إن كل مرة حد بيتقدم لها بترفض و إن هي كل ما نسألها تقول لأ أنا لسه سني مجاش أنا مش وقت الوقت مش وقت زواج وارتباط لا أنا مش حبة ده لا أصلك ده في كذا بتقعد تطلع القطط الفطسة في الأرسان اللي بيتقدموا لها و البنت لما كلمناها اكتشفنا إن هي عندها مشكلة و هي فكرة إن هي حاسة إن هي مش بنت أو إن إشاء البكارة مش موجود و ده كان نتيجة بتقول أنا من زمان و أنا صفيرة كنت بلعب على السطحة وهي كان عندها حوالي 8-9 سنين و هي تعرضت لتحرش من شاب كان على السطح و هي بالرغم من التحرش ده كان سطحي إلا إن فضت الفكرة دي في دمخها و مش قادرة تسيطر عليها و هي وصلت بيها إن هي طبعا مش قادرة تتكلم مع والدتها مش قادرة تتكلم مع حد في البيت معرفتش تتكلم مع أي حد إطلاقا و فضت الفكرة دي تتفاقم إلى أن وصلت لمرحلة إن هي أخرت القرار من كترة ضغط الأسري عليها في موضوع دوت إن هي أخدمت على الانتحار و ساعتها أخرت كمية كبيرة من دواء للصرع خلت شريط و فخرت الوعي و بلأت تلاجع و دي الحالة اللي جات لنا بيها في العيادة و كانت أساس فيها فكرة الوسواس القهري إن هي ليست عزراء برضك أفتكر حالات تانية للوسواس سيدة كانت متزوجة و سنها حوالي حاجة 37 سنة تقريبا و كانت جيامنا العيادة برضك بشعور بالاكتئاب الشديد والخنجة والديجة والعياط والبكة والعصبية والنرفزة و كل أعراض الاكتئاب كانت موجودة و لما قعدنا معها بدأت تتكلم في فكرة سخيفة بتسيطر عليها بس طبعا مش قادرة تتكلم مع حد مش قادرة تتكلم مع جوزها مش قادرة تتكلم مع حماتها مش قادرة تتكلم مع أمها بالحرف كده قالتلي أقولهم إزاي ده أنا لو قلت الجوزي طلقني لو قلت الحماتي ده ممكن تخرب بيتي لو قلت لأمي تقول لأمي تقول لأمي تقول لأمي تقول لأمي فكرة كانت بتجيلها ان هي عايزة تسلق عيالها بتغلي المية تغلي كل شوية تطلع في تخش المطبخ وتحط الحلة وبتغلي المية وبتيجيها الفكرة ان هي بتجيب عيالها وترميهم جوه الحلة فالفكرة دي بتسيطر عليها بشكل كبير جدا والفكرة دي بترودها بشكل كبير وهي مش قادرة تتخلص من هذه الفكرة ولما قعدنا معاها وبدأنا ناخد في جلسات اكتشفنا ان الفكرة كلها جاية مترتبة من أفكار كانت بتعاني منها هي قبل كده وان الفكرة دي كانت نتيجة أفكار تانية قبلها كان جزهة حلف طلقات كتير وكل شوية يخلف عليها بالطلاق وهي كان ست متدينة من أسرة طيبة فكانت الفكرة بتجيلها ان الجزهة ده حلف طلقات فييب أنا مش مراته وبالتالي يبقى أولادي دولة حرام وبالتالي أنا عايشة في الحرام وأولادي دول من الحرام فبلقت الفكرة تتسلل ليها ان تجيلها هذه الفكرة الوسوسية برضك تذكرت الحالة من الحالات شابة كانت عمرها حوالي 25 سنة وكانت بتعاني من أسواس اللمس ان اي حاجة بتلمسها في البيت يبقى هي نكسة وخصوصا الفكرة دي بتزداد أكتر لما تكون موعد الدورة اي حاجة بتلمسها يبقى لازم تتغسي لازم تتحط جوه الجسالة لازم تتشال فكل شوية طول يومها ضايع ما بين ترتيب الحاجات وشيل الملايات وتغيير الفرش وما بين الغسيل ونشر الهدوم تقريبا يومها كله ضايع في هذه الفكرة وكانت الفكرة دي فكرة وسواسية وهو وسواس اللمس طبعا مش عايزة أقول لكم كانت الأسرة مضطربة قد ايه والزوء والأم والوالد مش عارفين يساعدوها ازاي دي كلها أفكار وسواسية ولكن في أفكار كتيرة بتيجي في النظافة وأفكار بتيجي في الوضوء وأفكار بتيجي في الصلاة وأفكار بتيجي في الدين والذات الإلهية احنا هنتكلم عنده كله بتفصيل أكتر تعالوا معا ندخل عالم الوسواس القهري ونشوف ايه هو الوسواس القهري ونعمل ايه ونتصرف ازاي ونساعد ازاي هؤلاء المرضى هو مرض يسبب ألما نفسيا شديدا لصاحبه وأيضا يسبب ألما وقلقا وإزعاجا للمحيطين بالمريض وهو مرض نفسي أي أن المريض مرتبط بالواقع ومستبصر بمرضه أي إنه يعاني ويعرف أن معاناته نفسية وهو يطلب العلاج ولكنه يأتي العيادة النفسية متأخر جدا بعد معاناة قاسية ومريرة فهو في البداية لا يعرف ماذا به ماذا يدور في رأسه ما هذه الأفكار الغريبة التي تقتحم رأسه ودماغه ما هذه الصور البشعة التي تفرض نفسها على ذهنه ما هذه الرغبات التي تقهره قهرا لتدفعه إلى أعمال غريبة يرفضه وبشدة الانصياع لها ولكنه في بعض الأحيان ونظرا للإلحاح الشديد للوساوس فإنه يضطر مقهورا للقيام ببعض الأفعال والتقوص التي يرفضها عقله الواعي ويرفضها المنطق أفعال وسلوك وتقوص يقومها ولكنه لا يستطيع ولا يهدأ إلا إذا قام بها وهذه هي مشكلة المشكلات فهو يرفضها ولكنه لا يستطيع مقاومتها وهذه التقوص قد تسبب إزعاجا شديدا للذين يعيشون معه فهم يرونها غير منطقية ولا مبررة لها ولا يتصورون أنه عاجز عن مقاومتها ولذا يبدأ الصراع بين المريض وبين أسرته فلا أحد يعترب بمرضه لا أحد يصدق أنه عاجز عن مقاومة هذه الأفكار وهذه الوساوس وهذه الرغبات الاندفاعية الكل يمل الكل بيرفض هذه الوساوس الأب والأم يفقدان صبرهما في حالة مرض ابنهما أما الإخوة والأخوات فيضجون بالشكوى أما الزملاء في العمل فلا يوجد ما يضطرهم إلى تحمل سلوك زميلهم المصاب بالوسواس حتى الأصدقاء يهربون أي لا أحد يحتمل مريض الوسواس ولهذا يشعر بالوحدة الشديدة يشعر بالعزلة وهذا يضاعف ألمه والأسرة تضغط على المريض ليتخلص من وسواسه ولكنه عاجز عن المقاومة ويحتدم الصراع ومع الصراع يزداد المرض حدا والوساوس التي تسيطر على المريض لا حصر لها وبعضها يبدو في غاية الغرابة وتسير الاندهاش لدى المحيطين بالمريض وقد يسخرون وقد يستهزئون وقليلا ما يشفقون أو يتعاطفون وبعض هذه الوساوس تسبب ألما شديدا للمريض بل ربما تذهب به إلى الانتحار فمثلا يداهمه وسواس أن الله غير موجود أو أن القرآن من تأليف الرسول أو يتردد في ذهنه اسم سيء أو صفة سيئة تلتصر بالله أو أن تأتي فيه من أفكاره أنه ليس هناك جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب كيف جاءت هذه الأفكار كيف وأنه تربى على هذه السوابت وأن هذه السوابت مجرد إنكارها أو التفكير فيها هو معناه الكفر في كل شخص متدين تربى وتعلم على هذه المبادئ كيف أن هذا المريض يتألم ألما شديدا ينتابه الاكتئاب بشدة ربما يذهب به إلى الانتحار في أسرع وقت ولا يشعر به أحد وهناك كثير من الوساوس المؤلمة فمثلا الوساوس المتعلقة بسلامة غشاء البكارة وأيضا المتعلقة بالحمل تسبب قلقا ومعاناة شديدة للفتيات فالفتاة لم يلمسها إنسان ولكن تسيطر عليها فكرة أن غشاء البكارة غير موجود أي إنها ليست أزراء أو إنها حامل لمجرد أنها صافحت رجلا وطبعا تنزاج الأسرة للفكرة وخاصة الأم التي تتظن بابنتها الزنون وتعرضها على طبيب النساء الذي يؤكد سلامة غشاء البكارة وعدم وجود حمل تطمئن الأم ولكن الفتاة تظل على قلقها وخوفها ولا تبرح الفكرة المسيطرة على رأسها وتلح الفتاة على أمها أن تأخذها لطبيب آخر وطبيب ثالث ورابع ولكن بلا جدوى وتضج الأم وتنهار ابنتها وتقصو عليها ولكن الإبنة تبكي وتنهار وبذلك يحتدم الصراع وتزداد الحالة سوءا ماذا لو جاءت هذه الوساوس لأم بعد ولادتها وسيطرت عليها فكرة أن أطفالها ليسوا أطفالها الحقيقيين لأنهم اختلطوا بعد ولادتهم بأطفال آخرين بالمستشفى التي ولدت بها ماذا لو كانت هذه الوساوس هي وساوس النظافة وهي من أكثر الوساوس إزعاجا للأسرة فالمريض يمكس في الحمام أوقات طويلة ربما يتكرر ذلك مرتين أو سلاسة وربما أن الزوجة تظل في المطبخ فترات طويلة تقوم بغسيل المواعين مرة واثنين وثلاثة ربما تشطف الهدوم مرة واثنين وثلاثة فوسواس النظافة عندما يسيطر على الزوجة أو على المريض يستقرق وقتا طويلا وربما يصاب المريض بالإنهاك والتعب ولكن الزوج الذي يرى زوجته بهذه الحالة يشعر بالضيق والضجر ويصور ويأمرها أن تتوقف عن هذا العبس وقد يهددها بأنه سيترك لها البيت أو يهددها بالطلاق ورغم هذه التهديدات الصارخة فإنها لا تستطيع أن تتوقف ولا تستطيع أن تسيطر على هذه الوساوس الغريبة التي هي ذاتها لا تقتنع بها ولحسن الحظ فإن الأفعال الخطيرة ليقوم المريض بتنفيذها كانت تسيطر على الأم فكرة قتل طفلها أو إلقاء نفسها من مكان مرتفع أو الإتيام بفعل فاضح المريض لا يلبي داعي هذه الاندفاعات الخطيرة ولكنه يتعذب بها ويتعذب بإرحاحها ويخشى أن يستسلم لها ويشعر أنه على وشك الجنون ويأتي سائلا أنا على وشك أن أفقد عقلي هل سأجانب؟ البداية الصحيحة لمساعدة هذا المريض أن تفهم الأسرة تماما طبيعة هذا المرض أن تفهم بالتحديد ما يلي أولا أن الفكرة تقطحن ذهن المريض ضد إرادته ثانيا أن المريض يعرف أن هذه الفكرة خاطئة وتافهة وغريبة ثالثا أن المريض يحاول هو ذاته أن يطرد هذه الفكرة وأن يتحرر من سيطرتها عليه رابعا أن المريض يعجز تماما عن المقاومة أي أن المريض يفشل تماما في طرد الفكرة السخيفة وأن هذه الفكرة تحتل لمركز التفكير وبؤرة الشعور ولا يصبح له شغل أو هم إلا التفكير فيها يقاوم فيفشل فيقلق ويكتئب خامسا أن هذا المريض يعاني من القلق والاكتئاب بسبب سيطرة الفكرة وبسبب تفاهتها وغرابتها وبسبب عيزه عن طردها وبسبب ما تسبب له من إرهاق وتعطيل وبسبب ما تسببه له من حرج اجتماعي وبسبب ما تجلب عليه من متاعب أسرية والأسرة قد تتسبب في زيادة معاناة المريض يهدأ نسبيا إذا شعر أن أقرب الناس إليه يعرفون بقدر معاناته ولذا من العبس أن نطالب المريض أن يقاوم ومن العبس أن نحول بينه وبين ممارسة الطقوس التي تعرضها عليه الوساوس ولابد أن نحاول أن نجيبه على كل أسئلته فالمريض قد يسأل أسئلة معينة تتعلق بوساوسه ويتمنى أن يتلقى إجابة تطمئنه وقد يعيد المريض السؤال أكثر من مرة ويسأله في أكثر من مناسبة ويلح في طلب السؤال فالابنة مثلا تظل تسأل أمها هل غشاء البقارة سليم حقا؟ وهل هي متأكدا أن أحدا لم يلمسها؟ وتظل الزوجة تلح في أن يؤكد لها زوجها أن ابنها لم يختلط مع أطفال آخرين حين ولادته بالمستشفى ويظل الزوج يطلب من زوجته أن تطمئنه وأن تؤكد له أنها لم تسمع منه كلمة الطلاق صادرة عن شفتيه وبذلك لا تكون محرمة عليه إذن مريض الوسواس أحيانا يسأل كثيرا ويرح في أسئلته وأسئلته مكررة ومعادة والأهل يضيقون بكسرة الأسئلة وإذا فاض بهم الأمر يرفضون الإجابة أو قد يضايقونه ولا يجيبون الإجابة التي ترضيه وتطمئنه وبذلك تضاعف قلق المريض وأحيانا ينهار ولذلك أطلب من الأسرة الصبر أطلب منها أن تجيب على أسئلة المريض أطلب منها أن تطمئنه أطلب منها أن لا تنهره عن ممارسة تقوسه أتذكر مريضة كان زوجها يمنعها بالقوة من أن تغسل يديها حيث كانت تستمر لساعات وساعات في غسيل يديها وكلما منعها زوجها تمادت في وسواسها بشأن النظافة حتى تصاب بالإنهيار التام وحينما استجابت الزوج لنصائح الطبيب وتركها تمارس تقوس النظافة بل ساعدها في ذلك هدأت الزوجة وساعد ذلك على نجاح علاجها ويجب أن لا نسخر من أفكار المريض المسيطرة ولا أن نصر عليه يجب أن لا يكون مرضه موضوع شجار العائلة ولا مريض يشفى دون أن تتفهم الأسرة معاناة ولا زوج يشفى دون مساعدة زوجته ولا زوجة تشفى دون مساعدة زوجه ولا يمكن أن نبدأ العلاج والمريض يعيش صراعات ومشكلات وضغوط داخل الأسرة بسبب مرضه ولذلك لا بد للطبيب النفسي أن يجلس مع أسرة مريض الوسواس وأن يشرح لهم طبيعة المرض بالكامل وأن يتفهم معهم ويتفق معهم على خطة العلاج والعلاج قد يأخذ وقتا طويلا وقد لا يستجيب المريض في بداية العلاج وقد يضطر الطبيب لتغيير العلاج مرة ومرتين ويمكن يغير من دواء إلى التاني حتى يهتدي إلى العلاج الملائم للمريض إذن الأمر يحتاج إلى الصبر الصبر من المريض ومن أهلي على حد سواء والتحسن يكون بطيئا إذن لا يمكن أن تختفي الأعراض مرة واحدة ومريض الوسواس القهري يحتاج إلى العلاج فإن العلاج قد يشفي المريض من هذه الوساوس ولكن يختلف من مريض لآخر وتختلف استجابة المريض للأدوية من واحد إلى آخر فليس كل مريض يستجيب لنفس العلاج ونفس الجرع مع العلم أن ليس هناك علاج أو دواء يزيل الوسواس القهري ولكن وجد أن مضادات الاكتئاب مثل السيرترالين والباروكسيتين والفافرين والفلوكسيتين والأنفرانيل قد تساعد المريض إذا أعطك بجرعة هي أكبر بكثير من الجرعة التي تعطى للاكتئاب قد تساعد المريض أن يتخلص من الوساوس وقد يصيب المريض الوسواس كثير من القلق فيضطر الطبيب لإضافة مضادات القلق وأحيانا تكون الوساوس أكثر ضراوة وأكثر شدة فيحتاج الطبيب إلى إضافة مضادات الزهان مثل الكوتيابين والأولنزابين بجرعات تتراوح ما بين القليلة والمتوسطة التي قد تساعد المريض على التخلص من هذه الأفكار إذا لم تضعف بالمضادات الاكتئاب كما يحتاج المريض إلى علاج نفسي كما يحتاج بعض المرضى في الوساوس الشديدة التي لا تستجيب لهذه الأدوية إلى الحجز بالمستشفى وربما يحتاج إلى جلسات كهربائية شفاء قد لا يكون كاملا في بعض الحالات فيظل قدرا من الوساوس ملازما للمريض ولكنه يتعايش معها وتكون ممارسته لهذه التقوص في حدود مقبولة ومعقولة ولا يهدأ أو يستقر إلا بممارستها المهم أن يفهم المحيطون به ذلك وأن يقبلوا هم كذلك هذا القدر المتبقي من الوساوس إذن الأمر لا يكون واضحا في بداية العلاج ولا نعرف أي دواء سيساعد المريض والأمر يحتاج إلى صبر وتحمل وتعاون بين أركان المسلس المريض والأسرة والطبيب والتعاون لا يمكن أن يتحقق إلا بالسق والصداقة بين السلاسة فالعلاج رحلة قد تكون قصيرة أو طويلة ولا بد من التفاهم العميق والارتياح المطمئن بين أفراد الرحلة مشكلة مريض الوسواس القهري أن يكون يائسا من الشفاء ولا تصور كيف تصلح العقاقير من أمر أفكاره المزعجة ولكن هناك حالات كثيرة تشفى وحالات أخرى تتحسن والعقاقير تلعب الدور الأساسي في العلاج ولكن ليس مهما فقط أن نعطي العقار المناسب ولكن من المهم أيضا أن نتحاشى العوامل السلبية التي تعوق التحسن وأهم هذه العوامل السلبية وأخطرها عدم تفهم الأساسي